السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير الشيخ خالد الجندي كان ليه رأي في موضوع مهرجان العري السينمائي او مهرجان سيد الهريان وتكلم عن مواقف بعض الفنانات في لبسهم وايضا رد الفنانة اللي المفروض ما تقالش عليها بقى فنانة الهام شهين في علي ردت ايه على خالد الجندي بعد تطاول ناس كتير جدا عليهم بسبب عريهم وبسبب اللي تلأدب اللي ظهرين بيها سامحوني في كلامي واللي احنا بنشوفه ده مايردوش اخلاق ولا دين ولا ادب ولا عادات ولا تقاليد وللأسف في فئة من الناس بتأيدهم وبيهجمونا او بيهجموني انا بالتحديد لاني بقول ان اللي هما بيعملوه ده ما يصحش يكون هي دي الوجهة اللي بيصدروها لبلدنا مصر زي ما هم قالوا احنا بنشرفكم احنا بنثبت للعالم كله ان احنا على الموضة ان احنا شيك ان احنا كويسين مين قال لكم فهمكم ان انتو لما بتلبسوا عريان بتكونوا شيك مين فهمكم ان اللبس العريان هو اللي بيصدر صورة حلوة اسأل سؤال معقولة نجلاء بدر ده الجزهة اللي هو المفروض راجل ده في سنة رجولة انه يسمح لزوجته تكون كده والغريب كمان لما المصورين يجيوا يقولولو لو سمحت تمشي عشان احنا عايزين نخلي مراتك تلف كام لفة كده عشان عايزين نصورها من الجنب ده ومن الجنب ده يا شيخ يعني يا ريتي بقى فيه ان لم تستحي فاصنع ما شاءت مش هادر اقول لهم اكتر من كده من نشالة بيه وظهورها اللافت ويه انها خلاص يعني مش فارق معاها ما بقاش فارق محد والناس اللي ما كناش نعرفها زي الاستاذة او ما عرفش مين اصلا دي ويهي قلعت علشان الناس تتساءل عليها فادلنا نقول النهاردة سابع يوم في المهرجان وعملين يزيدوا في الموضوع وكل يوم يتنفسوا في العري مين فينها تقلع من تحت النهاردة مين هتقلع من فوق مين اللي هتتشهر مين النهاردة كل المهرجان هتكون تريند بتاعه لانها قلعت بس اكتر مش عشان عملت حاجة تانية يا يوسف السنية دي متعمدة متعمدة انها مرة تفتح الشباك من فوق ومرة تفتحه من تحت عايزة تطلع تريند يا جماعة من بعد ما نجلاء بدر غطت عليها تماما وغطت عليها بالعري والفسق وقلة الزوء وقلة الادب ويهي مفيش اختشاء لا 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 عيب اوي يكون المنظر ده وللأسف بيهاجمونا وبيقولونا انتو متخلفين وجهلة ورجعيين لو هي دي الرجعية والتخلف فاحنا راضيين بالتخلف انا راضية بالتخلفي ان يكون هو ده تخلف بعض الناس في التعليقات للأسف بتيجي تقول انتي مالك لأ ومن رأى منكم منكرا لأ مش في حاجة اسمها انتي مالك لازم يبقى فيه تدخل من مجلس النواب من بعض الشيوخ من ناس اللي موجودة في مصر انهم يقدروا يوقفوا مهرجان الجونة نجيب سويرس وساميح سويرس مبسوطين قوي بالضجة اللي حصلة معي بتدخل لهم ملايين ومليارات كمان وتتخيلوا اي فستان من دولي ممكن يعمل ايه يا ريت كانت من الفساتين وتمن كل حاجة بتصرفوها تصرفت على ناس محتاجة تتغطى في البرد ناس محتاجة تتعالج ناس مرمية امام مستشفيات هجوم كبير على مونة زاكي وهجوم على احمد حلمي انت فيني احمد حلمي سايب مراتك تلبس هوت شورت وتفتح كده زيهم كلهم مش معقول عيب قوي مش واخدين من احمد حلمي على كده واللي مش واخدين منه على كده بالاكتر كان احمد السقه ورد احمد السقه لما قال انا حر ودي زوجتي وده بنتي ودي بنتي انتو ملكو انتو بتتدخلوا ليه احمد السقه لكلنا بنقول عليه ده لودي الجدع ابن البلد مراته بعد ما كانت حفظة القرآن الكريم تلعت لبسة من غير هدوم وهنشوف لبسها دلوقتي وبنته طالعة بهوت شورت وحاجة فضيحة وعيب قوي قوي من بعد كده بقت كده وفي الاخر احمد السقه بيهاجمنا او بيهاجموا الجمهور عموما اما انتقد زوجته وقال لأ انا حر في مراتي وده لحمي وانا اللي مسؤول عنه انتو مين فيكو هيتحاسب مكاني الهام شاهين والبلبة وعايزين يرجعوا شباب بالعافية يعني اعتقد خلاص بقى كبرته وحتى لو مش كبرته لانتو بتعملوه دعيب مايصحش نسف سمنكو يعني انا اعتقد ان انتو اكبر من جدتي وبمراحل كمان ازاي راضيين تكونوا بالمنظر الغابي قوي ده عيب قوي على سنكم كلهم عندهم سلوليت وكلهم عندهم عيوب في جسمهم ويتباهوا بيها يعني ده استروا نفسكم استروا نفسكم محدش وصل لكم فكرة ان انتو لو البستوا لبس محتشم هتبقوا وحشين بل بالعكس هتبقوا منتهى الشياكة والادب كمان الشيخ خالد الجندي طبعا زي ما كان ناس كتير لها رأي زي عبلة كامل وعفاف شعيب والفنان محمد صبحي كان هو كمان ليه رأي وايضا الهام شاهين لو هي في ايديها الكاس زي ما حضراتكم شايفين لها رأي مختلف تماما خالد الجندي قال عيب نكون بالمنظر ده المفروض نستحي شوية المفروض يكون عندنا فن محترم انا ما بقفش قصاد الفن انا بدعم الفن والفنانين ولكن مش بدعمهم في العوري ده يعني انا الناس كلها عارفة ان انا ارائي متفتحة وان انا راجل مش حاد في تعاملي ولا حاد في ارائي ولكن احنا شفنا السنة دي في مهرجان الجونة الهجوم بسبب العوري الزائد عن الحد وان ده ما ينفعش يكون وجهة مصر او الصورة اللي بتتصدر لنا برا مصر اتكلم من الشيخ خالد الجندي كلنا عارفين ان هو متحرر بس كويس على اقل ان هو تكلم فيش يختانية ما بتتكلمش وسكتة تماما هو ممكن كمان ما كانش حاد قوي معاهم وما قالش ان ده حرام وده فسق ولا قال عيب لا 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 هو قال الكلام اللي انا قلته لحضراتكم بالتحديد وبعتذر عن عدم نشر الفيديو بتاعه اللي طبعا يعني في حقوق طبع ونشر واحنا في اغنى عنها طبعا كمان رد الهام شاهين الهام شاهين ردت عليه وعلى كل الفنانين اللي وقفين قصادها او كمان الجمهور وقالت الجمهور انتو ملكم انتو ناس متخلفة انتو ناس غبية انتو ناس عمركم ما هتكونوا متحضرين عمركم ما هتعيشوا في المستوى المحترم والمستوى الراكي خليكم في طريقتكم خليكم في تخلفكم وجهت كمان كلام للشيخ خالد الجندي قالت له خليك انت تبقى شيخ مش حددت بصراحة الكلام لخالد الجندي عشان نكون عندنا مصداقية زي ما حضراتكم متعودين ولكن مفيش شيخ تكلم غير خالد الجندي فبالتالي الكلام لي هو قالت مش كل واحد فاكر نفسه لابس عمة او لابس جلبية فبقى شيخ ممكن تروح تدور على حاجات تانية تفتي فيها انما تيجي عند الفن وتقف انا عارفين بنعمل ايه كويس بالعكس ده احنا اللي بنبان برا مصر ده احنا الفن الرسالة السامية اللي زي الانبياء حشل الله طبعا ده كلامها احنا زي الانبياء في رسالتنا بنقدم الفن لكننا يمكن اكتر كمان تأثيرا لاننا بندخل البيوت كل واحد بندخل بيته سواء بعمل فني او مصرح او تليفزيون ودلوقتي احنا بنلبس اه ممكن يبقى لبسنا شايفينه زايدة عن الحد ولكن هي ده الشياكة وهي ده الموضة اعتقد الهام شهين واحدة ولدها توفى غير راضي عنها واحدة فيها العبر بصراحة يعني مش هي ده اللي هتتكلم او هناخد بردها مهرجان العري السينمائي مهرجان سيد العريان لحد الان مستمر وكل يوم فيه فضائح اكتر ورسائل اوحش ان شاء الله هيكون في فيديو النهاردة للختام بتاع المهرجان اتمنى من حضراتكم تدعمونا بلايك وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم اشعار بالفيديو مباشرة شكرا جدا لكل اللي وصل معنا للحزة دي في الفيديو سامحوني لو طولت او سامحوني لو انفعلت وايضا بعتذر وسمحوني عن صوتي جدا جدا صوتي تعبان شوية انا بعتذر لحضراتكم لو سببت لكم ازعاج سلام عليكم